دكتور حمد والنهاردة كان فيه تصريحات إسرائيلية من وزير في الحكومة الإسرائيلية أنه إسرائيل لن تكون نجمة أخرى في العالم الأمريكي ويمكن القراءات هنا بتقول أنه في حالة من التوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل كل ما يحدث من تطورات كيف تقرأ هذه التصريحات؟ يعني في ظني وتقديري أن التصريحات أو الخلاف الأمريكي الإسرائيلي هو خلاف مع الحكومة وليس مع الدولة الإسرائيلية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية بأي حال من الأحوال لن تسمح بتهديد الوجودي أو التهديد الوجودي لدولة إسرائيل ولكن الخلاف هنا بشكل واضح كان فيه مقالة واضحة للرئيس الأمريكي بايدن في الواشنطن بوست وتحدث بشكل واضح عن أن المستوطنين يقوموا بتهديد واضح جدا لأهالي الضفة الغربية وتحدث عن أنه لابد من سحب التأشيرات الخاصة من المستوطنين الذين يقومون باعتداءات على الأهالي في رمالله وفي الضفة الغربية بشكل عام ولكن هذه التصريحات يعني بعدها مباشرة شاهدنا إسدواجية معايير واضحة من إدراءة الأمريكية بعدما سمحت بصفقة بندقيات اللي هي الـ M105 اللي أكدت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي إسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها وبالتالي بنغفير سمح بإعطاء المستوطنين أكثر من 31 ألف رخصة سلاح لقايا يقوموا بتهديد المستوطنين وبدلا من أن تقوموا الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع عقوبات واضحة على بنغفير قامت بتوقيع عقوبات أو هددت بالتلويح بتوقيع عقوبات على المستوطنين الأنفسهم وهنا الإسدواجية الواضحة في تعامل الإدارة الأمريكية فيما يخص الملف الفلسطيني تحديدا ولكن على الواقع الولايات المتحدة الأمريكية توفر كل أنواع الغطاء السياسي والقانوني وأيضا لأن دالي شاهدنا سواء في جميع العامة الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن يعني بريطانيا اللي هي الدولة اللي المفترض بتسير خلف الإدارة الأمريكية نجد أنها في القرار 27-12 امتنعت عن التصويت وكانت بشكل واضح بتقول ومع اتجاه أن يكون هناك قوقف لإطلاق النار الدولة الوحيدة في العالم التي امتنعت على عن وقف إطلاق النار هي الولايات المتحدة الأمريكية وبدلا من أن تلعب دورها المحوري كقائدة للعالم أو هي من تجلس على كرس رئاسة العالم وتسعى بشكل كبير لإحتواء التصعيد تحرقت في الاتجاه المعاكس لتأجيج الصراع بشكل كبير وده يدل على أن الإدارة الأمريكية مختلفة مع هذه الحكومة فقط وهذه الحكومة بهذا الشكل وبهذه التصرحات تدفع المنطقة بشكل عام لأن مع هذه التصرحات نرى تصرحات وده ضد رقبة الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن استمرار أمد الصراع بهذا الشكل وقتلته يهدد مصالحها وده اللي ظهر بشكل كبير جدا من تتشينة حرس الازدهار في باب المندب والبحر الأحمر وأيضا تهديد مصالحها واستدفق قواعدها سواء في العراق أو في سوريا وبالتالي الصورة الزهنية للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت قاطمة وسوداء بالنسبة للكثير من كل شعوب العالم يعني كان على سبيل المثال قرار الجمعية العام للأمم المتحدة ومشروع القرار القديم من المجموعة العربية تم وفقة أقصر من 153 دولة على هذا المشروع الذي يطالب وقف اطلاق النار الدولة الوحيدة أو من ضمن 10 دول اللي امتنعت ورفضت هذا المشروع الذي يطالب وقف اطلاق النار وحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين هي الولايات المتحدة الأمريكية حتى القرار الأخير اللي هو 27-20 تم إفراغه من مضمونه وأصبح قرار هزيل وبلا أنياب لكي يتم تنفيذ القرارات الفعلية اللازمة للعمل على وقف التصعيد في قطاع غزة وده اللي أدى بشكل كبير جدا أن إسرائيل أصبحت يدها الطولة بتتحرك في المنطقة بشكل كبير جدا وبدأت تتحرك بقى باتجاه لبنان وباتجاه سوريا ومن الممكن أن نرى ضربات أيضا للحسين في اليمن من قبل إسرائيل وده هيجعل المنطقة تشتعل وبشكل كبير أرى أن نتنياهو ياسير في اتجاه نيرون اللي هو بيولع في الدنيا كله وبيولع في العالم لسبيل تحقيق مصالحه الخاصة ليس فقط على حساب القضايا الفلسطينية ولكن على حساب أمن إسرائيل صحيح